موسيقى لأول مقابلة ساعد بالرحمة يلعب مقابلة كاملة وثاني مقابلة يلعب بداية يعني كأسس لكن اللي شاف المقابلة يعرف ويدرك حاجة واحدة باللي ساعد بالرحمة ما جابوش هذا ما كانش باغيه اللي جابوه هو البرزيدون سيلفان دافيد سيلفان البرزيدون تعو السهم هو اللي كان باغيه بالدليل من اللي جاب الرحمة مدرب هذا دافيد مويس اللي دوخنا ودوخ الجزائري كامل ودوخ حتى اوروبيين اللي قرحيني الفرنسيين رحيني يتكلموا عربية عادو قريب يتكلموا اللغة عربية بسبب ماذا بسبب دافيد مويس اللي شاف ساعد بالرحمة في نادي والسهم يشوف إلا ساعد بالرحمة إما يلعب كرقم عشرة أو يرزع شوية كثمانية كوسط ميدان ولا يلعب كرقم تسع مهاجم رأس حربة هذا ساعد بالرحمة اللي جاء اللي نادي والسهم لو كان صح دافيد مويس هو اللي جاب اللعب هذا وهو اللي تحت أنظاره وهو الرقبة التاع المدرب يعني رقبة مدرب دافيد مويس كل ما نشوفه ساعد بالرحمة المنصب التاعه المعروف في نادي برينتفورد على الأجنحة كان يلعبوه على الأجنحة يعطيه المنصب المفضل اللي يلقى راح توفيه لكن دافيد مويس الداهية اللي يبين باللي ما هوش هو اللي جاب ساعد بالرحمة لأنه لو هو اللي يجابه يلعبو نفس الباست اللي كان يلعب في برينتفورد برك ونشوفه ونقدر ونحكم على ساعد بالرحمة اسكوا لعب تاع برمير ليغ ولا لا ما لعبوش في المنصب التاعه وساعد بالرحمة عنده لمسة التاعه وعنده فنيات التاعه ولعب يقدر يعطيك الإضافة لكن الشيء الآخر اللي يدوخ اللي يدوخ معلق الفيرنسي لقناة RMC الفرنسية في الشوط خاصة في الشوط الثاني هدرها في الشوط الأول ونزلت أكدها الشوط الثاني قريب قريب بزل شوية ويعطر باللغة العربية يوقع لعبو أغوش هلعبوش يطلقوش هلعبوش يطلقوش مكتش معلق فيرنسي موجة زائري معلق فيرنسي يقريب يعطر بالعربية يوقع دي جاهلك هذا دافيد مويس يعيط يعيط المعلقة يلعبو أغوش دير بالرحمة أغوش مكتش مكتش هذا وشي يبين كما قلت في البتاية دافيد مويس ما جاب السيد بالرحمة اللي جابه هو البرزيدون دافيد سيلفان اللي هو اللي حاب يستثمر في سعيد بالرحمة اللي بيقول لك يبان لي في البريمير لي قلت نعود نبيعه بسوما مرتفعك شغلة حيربح الصوق كما نقول يعود الصوق وشي همنا همنا اللعب نتاعنا رغم أنه ملعبش المنصب بتاعه منذ بداية التحاق وبيوستها ملعبش المنصب بتاعه ما استفدش يعني من المنصب بتاعه كما نقول احنا ما استعرحش المنصب هذا يراو يلعبو فيه ساعة ويت ساعة دي ساعة ناف أفهم مع دافيد مويس ساعد بالرحمة شوط اللي حاول يدير يراوغ يقبض بالان يدخل اعطى اسيس كريسويل اللي كان قريب من هدف تسديد اللي راحت في الشوط الثاني حاول انه يدخل حاول انه يدريب لي لا غالب مثلكم دافيد مويس خارق بالعادة مدرب خارق بالعادة يعني مدرب فريد من نوعه فريد من نوعه مدرب هذا حاول حاول يمد لي بال حاول يوريوغ حاول للأسف هذا هو دافيد مويس اللي كسر اللعب بالطريقة هذي صراحة كسروا كسروا ما خدموش كسروا اه الى ان جاء الهدف الثاني الى ان جاء الهدف متاع الفوز بتاع النادي وستام ب اه السوشيك اللي ضربت فيه الكرة بعد ما اه رجعت من الحارس اه وضربها كريس ويل بقظيفة اللي لمست المدافع ومن بعدها لمست رجعت الى سوشيك اللي يسجل الهدف لمست فيه الكرة من بعدها لعب ممل اه لعب لا يعني لعب بطيء لعب ممل اه في الدقائل الاخيرة حاول انه بالرحمة يطع اسيس للانطونيو اللي يخرج وجه اللي وجه فاصة فاصة وضيحة اذا سعيد بالرحمة كما قلت دار اللي عليه خليه منصب ما هوش تعه منصب اللي خليك سيد دافيد مويس تتأكد يعني دافيد مويس انه كان شي اي اما لا علاقة بالتدريب اما المدر اللعب هذا اللي تأكد انه ما هوش هو اللي بغي كما قلت المدر هذا دافيد مويس ما هوش هو اللي كان بغي سعيد بالرحمة المنصب الإنتعو هو الجناح الأيسر اللي كان يتألق فيه ولي سيب الرحف انتعو فيه. سعيد بالرحمة اللي تحصل الى التنقية نوع ما ضعيفه اه وعلى ستة فاصل اه ستة في اه موقع كل مضيق مرد نتمنى سعد بالرحمة التوفيق في قادم المقابلات وان شاء الله ان شاء الله نشاء الله يلعب فقط المنسب إنتاعو نتمنى ونشوف سعد الراحمة فقط يلعب في المنصب إنتاعو اللي يلقى اه الذهاب تعوه والراحة تعوه. ويقدر يقدم الاضافة واللي مرجوة منه. اللاعب اللي صراحة يعني شيء محير. من احسن اللاعبين في الشامبيونشيف. الشامبيونشيف صحة مختلفة على البريميرلي. لكن الشامبيونشيف فيها اندفاع بدني فيها قوة بدنية فيها آآ لياقة بدنية عالية آآ ناحية جانب بدني آآ يعني آآ يعتمدوا على السرعة على العمل بدني قوي. لكن في البريمير ليغ لما تكون لاعب انتا تراقب فيه وراح تشريه وتطلب من الادارة باش تشريه. تطلب من الادارة باش تشريه. قال انا نبغي اللاعب هذا. اللاعب هذا لما نحط النظر انتاعي. راني نتبع فيه. يعني نشوف المقابلات انتاعه مع نادي برينتفورد. نعرف المنصب انتاعه. انا لما نجيب لاعب. من لاعبوش انا نجيب مثلا المهاجم اللاعب ومدافع. مش منطق. ولا نجيب اه اه ولاعب وسط ميدان ديروا راس حربة. مش منطق هذا مش منطق. اذا لما نجيب لاعب نجيبوه ونخلي نوظفوه في المنصب اللي كان فيه. في النادي السابق انتاعه. باش يقدر يعطيني. وإلا ما نجيبوش. ما يخرش ما يخرش عليه وما يساعدنيش. عندي فورنال لي ما صراحة ما بيان الوال وانا ما 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 يعطني ما يقدمش اضافة فورنال هذا ولا صلو ما. لعب عادي يعني انا لو لو جاب لو خلى فورنال كديس كرقم عشرة وخلى بالرحمة يلعب في مكان فورنال اللي هو مكان ساعد بالرحمة يعطيه مقابلة ولا زوج ثم بعدها نقدروا نقيمو ونقوله ساعد بالرحمة فشل ولا مفشل. سح ما اعطاهاش الفرصة. يعني هنا وشي بياني قلتها مدامك يا اخي ما روحتش لويس الليندي برينتفورد ولا عينت اللعب هذا ولا ما ما كنتش نديره في المو فكر انتاك. حاجة بينها هتلعبو اه في المنصب قاطع انتاعو. يعني بالماكش انتاني زبتو. هذي بينها هذي منفصلة الروحة الروحة. معلق فرنسي قريب يهضر بالعربية ودي لعبو. لعبو في المنصب انتاعو. تحير. تحير. الله غير تحير. اني خايف انا نهار يجي نهار. لا قدر الله يعني. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما نتمنهاش ان شاء الله نشوف محرز انا في في ايطاليا ولا نشوفه في ريال مادريد ولا في برشا ولا في نادي كبير. لا قدر الله هذا كون يكمل انترينار هذي دافيد امويس. ويجي المانشستر سيتي. ما تسعجبوش اذا شفته محرز ديفونسير. ما تسعجبوش. ولا مليوتير ديفونسيف. ما تسعجبوش. داهية. دافيد امويس الداهية. اذن